شو حلوين هالأفلام اللي فيكن اتبعوها تنك يقول لك يا غيدة خلينا نروح هلأ كنت عم تسدن السكين من شوية وهلأ عم تحضر نقل لي ده شو بقلي فيها السمعك مع الجزار مع هلأ يقلك من الصبح بتشتغل شو خلصت شو خلصت خلينا نشوف يا حسين شو خلصنا ها لايك شو خلصت نعم لايك ماله طبق هيدا المفن صار جاهز عنه انا هي بياخد ماء عشداي غيره مأسهلة معشو ضعي انا دغل بيهك طيب عمنا الكنيلوني هلأ الكنيلوني ريك تاخد ماء عشداي انا كيف يععمل الفتوش شو؟ اه مدك تسأل علا كيف تعمل الفتوش ايه هلأ تيا صار بتعمل الفتوش اه نجد اسمع الله عليكم عيلة عيلة طباخين يعني عيلة تخلعهم من ابتون امكن تعرف تطبخوك خلاص خلاص مش الحال جاهز اه جاهز ايه هلأ صار فيني انك جاهز بكل ساعة ايه لحن نبقى في سينما اذا نرشت ملحه انا بعد شوي برجعلكم صباح الخير لكل المشاهدين واما كنتوا عم بتتبعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تليفزيون مستقبل اربع وصفات لليوم بلشنا بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح ايضا مشاهدين في عنا المفن هالطبق اللي شفنيه طبعا مفن بالموز هالطبق الشاي طبق حلو وعنا جزر بالعسل كأبيتايزر وايضا عنا حمص بالأفوكا ايضا مشاهدين الحمص بالأفوكا طبق أبيتايزر عنا كمان الكانيلوني بالسمك نحنا متل ما خبرناكم انه كل نهار اتنين صار في عنا سمك محل نهار الاربع الكانيلوني سلقتها نوع من انواع الباستا صار جايزة عندي الكانيلوني لحتى نحشيها شو راح نحشي الكانيلوني راح نحط اللاية على النار ونبلش سوا بالكانيلوني راح نحط فيها زيت الزيتون لكن مشاهديننا بلشنا بالكانيلوني بالسمك الطبق الرئيسي لح نفوته على الفرن طبعا على حرارة 200 مع جبنة الموزاريلا وجبنة التشادر المبروشي هون متل ما عابتشوفو بلشت انا بالبصل جوانح مع زيت الزيتون راح نحطهن على النار نرجع نضيف لقلون الجزر طبعا كمان مشاهديننا اوكي لكان اول خطوة بلشنا فيها بتقلية البصل اوكي هاو بصل على النار بهالوقت انا راح جيب المبرشة وبلش حضر الجزر بدي ابرش جزر وفي عندي كمان مشاهديننا من الكرافس لكان عندي بصل وعندي جزر وعندي كرافس هول كلن راح حطن مع بعض زبتكن كمان فيكن تحطوا ايضا من التوم طبعا زيت الزيتون بيعتنكها كتير طيبة مع الكانيلوني مع السمك طبعا اليوم جايبين فيليه سمك همور انا مستعمل اليوم سمك متلج همور متلج هول الكيس اللي بيجو جاهزين انتو كمان فيكن تجيبو هنن او فيكن تجيبو فيليه همور طازة طيب هيدا الجزر صار جاهز لحتى نضيف الجزرات متل ما هنه فو البصل طيب لكن رح نشوف انا وياكن مقادير الكانيلوني رح تمروا قدامنا على الشاشة عندي ايضا من الكرافس ضيف الكرافس فوق البصلات وفوق الجزر بهالشكل متل ما هم بتشوفو كيف عم نحضر الكرافس لضيف الكرافس فوق اوكي كمان وبضيفون فوق البصلات ومنخرطون مع بعض بهالوقت لكان مشاهدين ابهالوقت بستعين بلوحة تقطيع صفرة لشو الصفرة لان بدنا نبلش اا عفوا نجيب لوحة تقطيع الزرقة للسمك لنبلش نقطيع فلية السمك كمان اطعن بهالشكل مربعات صغيرة نقدر نحشيهون بالكانيلوني مثل ما هم بتشوفو كيف هم قطع السمكات وبضيفهم ضغري مع البصل والجزر والكرافس كمان ناخد بعد حبة تانية نعملها ايضا اول شي نقطعها بهالشكل ياه نكاين مشاهدينها في كانيلوني بالسمك فينا نعملها كانيلوني كمان بالقريديس او فينا نعملها كانيلوني باللحمة او صص البولونيز او سمار البحر حسب ما انتو ترغبوا هون نحنا ضفنا السمك طيب طيب بس طبعا المقادير اللي شوفتون على الشاشة ما في هون من الكذبرة ليبسة كمان رشة ملح وايضا مستعين بالفلفل الاسود هاي الحشوة تقريبا صارت شبه جاهزة عنا لنقدر نحشي فيها الكانيلوني او فينا نقول اصابع الكانيلوني طيب لكين مشاهديننا نحنا هون عم نستويهون على النار هلأ طبعا ازا عنا كمان وقت زيادة هن بالكانيلوني مع الصلصة اول شي خلا نشوف شو هي الكانيلوني هايدي هي لكان الكانيلوني الماكرونا الباستا اللي بتجي بها الشكل هايدي نحنا نحشيها لكان هايدي هي اللي رح نحشيها بالسمك نحشيها بالبصل نحشيها بالجزر وايضا بالكرفس حطينا كزبرة حطينا كمان رشة فلفل اسود وحطينا ايضا مشاهديننا رشة ملح صغيري طيب كمان منقلبون لحتى يبلشوا يستووا انا بهالوقت بحضر عندي طبق عندي طبق زيز او فيني اخد هيدا الطبق لكن هيدا متل ما عم بتشوفو طبق زيز خلينا ناخد نحنا كمية صغيرة لنكسب وقت على الهواء رح جيب انا من الباستا الكانيلوني المسلوقة طبعا هون انا سلقها تقريبا حوالى ست دقايق على النار فيني اتركها نية كمان ما عندي اي مشكلة هي مع الصلصة بتستوي بس انا سلقتها لان ما بدي حطها كتير بالفرن متل ما عم بتشوفو كيف عم بحشي الكانيلوني بهالشكل اوكي لكن مشاهدينها نحشيها بهالشكل ومنحطها طيب هيدا اول حبة ناخد كمان نعمل كم حبة من طف النار كانيلوني بالسمك اوكي هون افتحها بهالشكل شوي شوي تعذب لانها مسلوقة بس طبعا انتو مشاهديننا فيكن تحطوها نية متل ما عم بتشوفو كيف عم بحشي الكانيلوني بهالشكل اوكي طيب لكن مشاهديننا اذا عنا الكانيلوني نية هيدا هي نية كيف بتستوي عنا اذا نية نحنا راح نحطها بهيدا الوعاء بعد ما نحطها بهيدا الوعاء راح نحضر صلصة صلصة هي عبارة عن بنادورة مطحونة بالاضافة للكريمة البنادورة المطحونة مع الكريمة طبعا هني بخله الكانيلوني تستوي طيب انا مشاهديننا راح نكفي بالكانيلوني سريعا نكفي بعد هالحبه اوكي نعمل بعد حبه تقريبا ونحضر للصلصة طيب اوكي طيب متل ما عم بتشوفو فيني كمان جيب اذا ما بدي احشي هون فيني جيب الحشوة حط الحشوة بهالشكل فوق الكانيلوني متل ما عم بتشوفو اذا حبيت ما احشي هون وايضا اوكي طيب برجع بجيب من الباستا فينا نستعمل نحنا لازانيا مشاهدينا طبعا او فينا نستعمل الباستا السباكتتي العادي فينا نعملها بهالشكل يعني انا حضرت شكلين شكل حشيني وشكل عم بحطن متل ما عم بتشوفو انتو بهالشكل هيدا كمان بعد بحط شوي على الوج وبهالوقت شو رح اعمل بعد ما حطينا على الوج رح نروح نحضر الصلصة طبعا مشاهدينا الصلصة رح نحضرها بطريقة كتير سريعة وسهلة طيب هون خلصنا من الكانيلوني اما بالنسبة للصلصة هي عبارة الصلصة لكان مشاهدينا عبارة عن بندورة بالاضافة لكان متل ما شفته بندورة وايضا في عندي كريمة لكان حطينا بندورة مطحونة مع الكريمة بالاضافة لفلفل اسود وطبعا رح نحط كمان رشة ملح ونخرطن مع بعض اوكي هاي دي هي لكان مشاهدينا هايدي هي الصلصة اللي عم بسكبها عالوج بها الشكل بندورة مطحونة مع الكريمة صارت جاهزة عندي وايضا بجيب من جبنة الموزاريلا وجبنة التشادر حطن كمان بها الشكل طيب وهلأ صار الوقت لحتى فوتها عالفرن لكان مشاهدينا متل ما شفتوا فوتنا عالفرن بيضال في عنا وصفتين بيضال في عنا الجزر المشوي بالعسل وبيضال في عنا حمص الافوكان هنحضرهم بعد شوي هلأ خلينا نتوقف نحن وياكم مع بريك أصير وبنرجع سلام اشتركوا في القناة